أخيراً اتضحت ملامح العهد الجديد بقيادة رئيسي الجمهورية عبد المجيد تبون بكشف النقاب عن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أمسي معالم الحكومة الجديدة التي طبعت بطابع أكاديمي وإداري والمتمثل في شخصيات لهبع في الحقل العلمي وحتى في الساحة السياسية وقطاعات أخرى تجلت في سعي تبون إلى الابتعاد عن سرايا المنظومة الفاسدة بأسمائها التي خدمت محيط بوتفليقة وبوجوهها التي غمت على صدور الجزائريين لمدة عشرين سنة التشكيل الحكومي الجديد الذي يقوده الأكاديمي عبد العزيز جراد مع قائمة طويلة تمثلت في كوادر وأكاديميين لهم سمعة هائلة في الأوساط الأكاديمية والوظائف العليا وحتى أساتذة في الأطوار الثانوية بالإضافة إلى منح الفرصة لشباب لم يتجاوز سن 27 سنة فيما لوحظ تقليد الحقائب الوزارية من دون التغويل على أحزاب تقليدية بالإضافة إلى استحداث حقائب وزارية جديدة وبصيغة هذه التغيينات وبتبني حكومة الكفاءات التي أعلن عنها الرئيس الجديد اتضحت الفكرة وأبانت عن القطيغة النوعية مع المقربين مع الرئيس السابق بوتفليقة وأننا على موعد مع عهد جديد ستكشف الأيام كواليساها اشتركوا في القناة